تحذير مهم للناس لتشرب عصائر سواء عايزين يخسه أو منزله في الوزن أو حتى مرضى السكر والكلام ده ينطبق في رمضان أو غير رمضان أنا الصراحة استغليت شهر رمضان الكريم أني نازل حلقة النهاردة بس عشان إحنا من عدتنا وطقاليدنا أننا بنشرب عصائر كتير في رمضان عرق سوز برطقان سوبيا طمر هندي وإحنا طبعا مش بنحب الميا ومش بنشربها فإحنا النهاردة هنعرب حلق العصائر دي لها تأثير علي وعلى وزني وأنا بعمل ضايت وبخس أو حتى لو كنت مريد سكر ولا لا طيب أول حاجة هنتكلم فيها هي العصائر اللي بنعملها في البيت ونضيف لها سكر أو حتى العصائر الجهزة اللي بنجيبها من برة العصائر دي فيها سعرات حريرية كتيرة جدا وعايز أقولك أنها عبارة عن سكر فقط والسكر ده اللي موجود فيها بيرفع سكر الدم بسرعة كبيرة جدا وبيرفع معاه سبب معظم المشاكل هرمون الإنسلون اللي بيزود من دون الجسم وأنا عايز أرد على الناس اللي بتقول أن الواحد فيه ناليم المعلقتين لتلات معالق سكر في اليوم عشان الجسم يحرق دهون ويخس دي معلومة غلط فغلط ومنهاش أي أساس علمي بالعكس السكر اللي احنا بنضيفه للعصائر ده ما لقوش أي قيمة غذائية خالص ولو ينفع نسترم عن السكر الأبيض ده تماما يبقى أفضل ليك والأسرتك صدقني يبقى كده العصائر دي غير مناسبة لك يطلقا وتاني حاجة العصائر الطبيعية الفرش بدون أن نضيف إليها أي سكر أيوة بقى دكتور ده اللعنة جبنا برطقان طبيعي وعصرناه ومضفناش حتى نص معلقة سكر ده بقى صحي ومفيد وينفع في الضيت أو لو أنا مريض سكر واشغب منه برحتي بقى أنا عايز أصدمك بقى وقولك أن العصائر الفرش الطبيعية دي اللي تعاصرت ومضفناش لها أي سكر أبيض بتحتوي برضو على سعرات حرارية عالية والسعرات دي كلها سكر والسكر برضو هيرتفع في الدم بسرعة ويرفع معا الإنسولين اللي بيثود من دهون الجسم وانا مش هنكر أن سعراتها أقل من العصائر المضاف إليها سكر والعصائر الجهزة ولكن برضو فيها سعرات حرارية عالية وانا هتديك مثال بسيط دي كبية عصير برطقان فرش مش مضاف لها سكر الكبية دي فيها 110 سعر حراري 25 جرام سكر أما بقى ده حضرتك لتر ونص عصير برطقان فرش ومش مضاف لسكر برضو الإزازة دي فيها 650 سعر حراري 150 جرام سكر أنت متخيل وتلاقي واحد عامل ضايت وماشي كويس على النظام وعمال يضرب له عصير فرش مغير سكر ويجي آخر الأسبوع يقول لي أنا مش بخس ليه هو أنا مش عامل ضايت ولا أنت بتتحكوا علي ضايت إيه يا أستاذ بالعصير اللي أنت قاعد تشربه ده أنت أصلا مش محتاج كل كمية السكر دي لازم تتحكم فيه كمية السكر اللي بتدخل جسمك بمعدل يسمح ليك بينقاص وزنك يعني إيه؟ يعني ممنوع نشرب عصير ولا إيه يا دكتور؟ لا تشرب عصير بس أنا هقولك إزاي ممكن تشرب عصير في الحالات دي يوم فري وبتدلع نفسك معزوم عند حد سواء في رمضان أو في غير وبتكسر روتينك حد يا سيدي مهبط وعنده انخفاض في سكر الدم ده إحنا بنتدله عصير وبنحط عليه سكر كمان لأن زي ما قلنا سكر العصير بيرتفع بسرعة في الدم أو لو أنت بقى بتخس مع خصائتك زيه قل له أنا أعايز عصير برطوءا مثلا خليه تضيفه لك في النظام الغذائي بتاعك اللي أنت ماشي عليه كده أنا متطمن عليك فما فيش حاجة اسمها بعمل ضايت وقاعد طوله اليوم باشرب عصير أنا أشرب عصير أنت لأ أو لو عندك نحافة اشرب منه يا سيدي برحتك يبقى العصائر لازم تحسبها من ضمن السعرات الحرارية اللي أنت بتاخدها وأنا هديك دلوقتي أمثلة للسعرات الحرارية اللي موجودة في العصائر برطوءا، جوافة، كومترة، فراولة، كيوي، مانجا، أمر الدين، طمر هندي، كركدي، عرقسوس، خروب، صوبيا وطبعا حبيب الجماهير الأصب طيب تعال دلوقتي أقول لك العلم والصح تعمل ايه؟ لو مريض سكر أو خايف تزيد في الوزن أو بتعمل ضايت وعايز تخس بدل عصائر الفاكهة بإنك تاكلها عندك البرطوءان مثلا، تاكله ولا تشربه؟ لا أكله ليه؟ واحد سعرات حرارية قال اتنين فيه ألياف كتير تمنى المعدة وتأخر من امتصاص السكر تلاتة السكر اللي فيها ما بيرفعش سكر الدم بسرعة وبالتالي الإنسولين مش هيرتفع بسرعة اللي بيزود معاده ودي الجسم أربعة بتاخد من أكل الفاكهة كل الويتامينز والمعادن اللي جسمك محتاجها أكتر من العصائر نفسها يبقى كده الملخص العصائر الجهزة اللي بيجيبها من بره من السوبر ماركت أو اللي معمولة في البيت ومضاف لها سكر يتحاول تبعد عنها نهائي اتنين العصائر الطبعية الفرش تحسبها من ضمن سعراتك لو بتخس ولو مريض سكر يفضل تبعد عنها خالص ولو عايز الصح سواء بتخس أو مريض سكر يبقى تاكل الفاكهة ما تعملهاش عصير وبس كده اللهم أجعل هذا العمل خالصاً لوشيك الكريم وبعد عن مشارة الكبر والرياء يا رب العالمين دمتم بصحة وخير كان معكم دكتور ضياء الدين وأشوفكم الحلقة الجاي والسلام عليكم